إلينا من رمالة ضياء حشية مراسل الغد ضياء كيف تفسر وزارة الصحة الفلسطينية هذا الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات نعم التفسير الوحيد الذي تقوله وزارة الصحة بأن الفلسطينيين لا يلتزمون بإجراءات السلامة والوقاية التي تتطلب إجراءها وممارستها لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في الأراضي الفلسطينية منذ ثلاثة أيام حازم الإصابات لا تقل عن ثمانمائة إصابة يوم عمس سبعمائة وثمانية وثمانين سبقه ثمانمائة وأحد عشر إصابة وهذا اليوم العدد وصل إلى تسعمائة وثلاثة وستين ولكن اللافت بأن حالات الوفاء هي في الزياد اليوم خمسة عشر حالة وفاء وربما يكون هذا الرقم الأكبر منذ بدء جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية لجنة الوبائية ولجنة الطوارئ تجتمع هذا اليوم للخروج بتوصيات لربما قد تلجأ الحكومة الفلسطينية إلى الإغلاق الشامل في كافة مدن الضفة الغربية رغم أن هذا السيناريو ربما في القريب العاجل لن يكون وربما قد يكون خلال أيام أن تفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا شاملا يشمل قطاع التعليم والقطاع الحكومي بشكل كامل وأيضا تعطيل للوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية هذا ربما سيناريو مطروح ولكن الأدهى من ذلك بأن الفيروس يتفشى في الأراضي الفلسطينية هناك حالات كبيرة جدا وهناك عدد كبير من الفلسطينيين أيضا الذين يرفضون الذهاب لإجراء فحوصات في مراكز وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا وأيضا هذا ربما يزيد الأمور تعقيد بأن تلك الحالات تزيد عدد الإصابات وتنتشر نحن نتحدث عن عدد من المدارس أيضا فعليا حازم أغلقت في الأراضي الفلسطينية أكثر من 131 مدرسة أغلقت في كافة الأراضي الفلسطينية لكن بطبيعة الحال عدد الوفيات وصل بما نسبته في المئة 7% وصل حتى هذه اللحظة تفاصيل الإصابات في أي مناطق من الضفة الغربية وأيضا الوفيات نعم حازم فعليا الإصابات تنوعت بين محافظة الخليل 130 إصابة في مدينة نابلس 72 إصابة في مدينة بيت اللحم 74 إصابة كذلك في قلقيليا 34 وفي رمالة والبيرة 98 إصابة كذلك في جينين 32 أريحة والأغوار 32 إصابة وأيضا ضواحي القدس التي تشهد ارتفاع كبير جدا 95 إصابة وفي مدينة القدس 27 إصابات طبعا هناك نسبة كبيرة لحالات التعافي أيضا بلغت 552 حالة التعافي خلال 24 ساعة ولكن بطبيعة الحال نحن نرى بأن الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية هي أرقام كبيرة جدا وأرقام مرتفعة وأيضا التوصيات التي يطلقها بعض المسؤولين بدرورة الإغلاق الشامل والسريع نظرا لتفشي الفيروس ونظرا لعدم التزام الفلسطينيين أيضا بإجراءات السلامة الصحية أشكر جزيلا شكر ضياء حشية مراسل غد كنت معنا من رب الله أتمنى لك السلامة